السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عصام عبد الفتاح يكشف سبب رحيله على لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي من باب المهنية ومن باب عرض وجهة النظر الاخرى الخاصة برحيل عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي عن اللجنة عصام عبد الفتاح هو الذي رحل عن اللجنة في تشكيلها الجديد وتم الاعلان عن استبعاده من التواجد فيها خلال الفترة القادمة نفع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية الاسبق استبعاده من لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم والتي صدر تشكيلها الجديد منذ قليل واكد انه هو من اعتذر عن الاستمرار في منصبه في اللجنة لانه سيتولى منصب المدير الفني للجنة الحكام في الاتحاد الاماراتي لكرة القدم حيث اكد ان اعتذره هذا حتى لا يحدث تعارض بين وجوده في المنصبين مقدرا قبول اللجنة في الاتحاد الافريقي لهذا الاعتذار كل التوفيق لأصام عبد الفتاح حكم ممتاز ومحترم جدا